شباب الأمة اجتامعوا على الإخلاص واستمعوا لصوت العلم والتقوى لشرع الله قد خضعوا شباب أيقذوا فينا حياة العز وارتافعوا وللإيمان وجهاتهم وبالأرواح قد دفعوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المطب المراضي واحد نعسان واحد عايش وهو حاسب أنه عايش وهو مش عايش واحد متلهي في الدنيا الملهية واحد بيخش الصلاة تلاقيه في واد سحيق في سكة تانية خالص واحد طول الوقت مش حاسس باللي بيحصل مش حاسس بالعمر اللي بيجري وهو محلك سر واحدة لغاية دلوقتي فهمة أنها أحسن من غيرها وعايشة وهي للأسف الشديد بعيدة خالص إيه الداء؟ إيه المطب؟ المطب الغفلة إيه الغفلة؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أننا نعرف يعني إيه غفلة؟ قال لنا آية في سورة الأعراف آية محورية جدا جدا سورة العراف بعد سورة الأنعام قال لنا آية ولقد ذرأنا أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس بص الغفل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها خبالك ألب ما بيحسش والله ممكن دلوقتي حالا نروح نشيع جنازة ويمكن ينزل القبر ويحط والده ولا يحط أخوه ولا يحط صحبه وبعد شوية المتعة لنا حق وهي دي سنة الحياة والحمد لله قدروا لطف الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل انتهينا الحي أبقى من الميت وكأن شيئا لم يكن هو ده غافل بعيد تماما لهم قلوب لا يفقهون بها المفروض أن قلبه يتحرك المفروض قلبه يحس المفروض قلبه يأن المفروض قلبه يبكي لكن القلب سقيم أو العزب الله ميت قادل غافل ولهم أعين لا يبصرون بها راكب عربيته ومعدي لا حدثة لا حول ولا قوة إلا بالله يلا انت كنت ممكن تبقى مكانه عادي جدا ايه اللي خلاك عديت وهو معداش ما فهمتش الرسالة ليه ما قلتش الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من من خلق تفضيلة ليه ما فوقتش ليه ما استوعبتش ليه ما شفتش الآيات والنظر دي لكن للأسف الشديد غافل ولهم آذان لا يسمعون بها حضر الجمعة الحلقة وف سكة تانية خالص شارد ولا كإن في حاجة بتتقال بيبقى قاعد بيسمع وهم لا يسمعون للأسف الشديد عشان كده ربنا قال بعد كده في صورة الأنفال الصورة التالية مباشرة لأن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ده الغافل الغافل الدنيا مستحوزة على كل تفكيره وآخرتك فين وإنت مش قادر تستوعب الدروس دي إنت مش واخب بالك والله الذي لا إله غيره أنا ما شفت في وقت زي الوقت اللي إحنا فيه ده عدد لموت الفجأة من الشباب على مدى السنة دي أكتر عدد شفتوا في حياتي لشباب ماتوا فجأة لسه شاب عنده 18 سنة كان بيجي يحضر الدروس ولد لطيف وهادق وعليه سمت طيب أتفاجئ أنه يبعتولي رسالة فلان مات مات آه جات له جلطة في رجله وشاب عنده 18 سنة يجي له جلطة منين ده 18 سنة جات له جلطة في رجله وما كانش عليه يعني أي أعراض سيئة ولا كان مبتلب أمراض ولا حاجة ده جات له جلطة دخل وكتب على صفحته على الفيس يا جماعة أنا قدامي خمسة أيام بقى حقعد بقى في المستشفى وحبقى مش قادر أتواصل معاكم ادعولي عادي جدا دخل يعمل عملية وخلاص حاجة بسيطة يعني مات مات فجأة الغافل ولا كإن حاجة بتحصل ولا كإن شيء بيشوفوا بعينيه ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون طيب نعمل إيه نعدم المطب ده ده احنا تقريبا كلنا وقعين في المشكلة دي مشكلة الغفلة دي ده احنا فعلا مشاكلنا الذاتية والشخصية والدنيوية مستحكمة علينا كل واحد عنده مشكلة مش قادر يطلع من الشرناقة دي مش قادر يطلع من عنق الزجاجة ده يعمل إيه إيه الحل رقم واحد ربنا قال لنا في الصورة حاجتين أساسيتين حاجة الأولانية بعض الآية دي مباشرة تدخيل ليه ليه أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعي ربنا واتعرف عليه ما يبقاش في غفلة أصلك لما تعرف العظيم ولما هتعرف الرقيب ولما هتعرف الشهيد ولما هتعرف السميع ولما هتعرف البصير ولما هتعيش مع العليم ولما هتعيش مع أسماء وصفاته ساعتها هتفوق ساعتها قلبك يبقى متعلق بربك المشكلة إن قلبك مش متعلق معها مشكلتك إنك لسه مش عارفة من تعبدين يوم ما نفهم ده كويس نعمل إيه عملي يعني قلنا إيه الحل أبتدي أسمع وابتدي أقرأ في أسماء ربنا وتعالى وصفاته أتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال السلاسل موجودة كتير جدا وكتب حوالين الأسماء وصفات حفوق لما بوصفة القرآن ولله الأسماء والحسن فدعوه بها رقم اتنين الغافل هو دل على الأعراف فربنا سبحانه وتعالى قال في خواتيم الصورة أيتم حواريتين جدا قال الجمال على الأعراف عندهم مشكلتين غفلة وكبر طب أحل الغفلة إزاي قال اعمل هذه الوصفة الخماسية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين فهمني أعملها إزاي قال واذكر ربك بخمس صفات مش عايزين ذكر بتاع استغفر الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كلام 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 طبنا إلى الله ورجعنا قال إيه أول حاجة في نفسك إحنا مش عايزين مزاهرات مش عايزين مسيرات مش عايزين تعد تعلي في صوتك إنما في نفسك جواك عديها على قلبك كده خلي قلبك اللي ينطق بيها واذكر ربك في نفسك اتنين تضرعا يعني تتحنن لربنا تتودد لربنا الضرع ده اللي هو ثدي النقب يقوله الواحد اللي محتاج إنه يرتضع محتاج الغذاء والأمان والحنان هو ده تضرعا وخيفة اعمل ربنا مليون تريليون ألف حساب خيفة ودون الجهر من القول وكلمات تطلع من قلبك وعلى لسانك بصوت خافت وبالغدو والآصال وصفة كل 12 ساعة زي الدكتور ما بيكتب لك كده لو ما قلتش الأذكار لو ما حفزتش على ورد الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل إنت اللي متعرض لعقوبة الغفلة وإنت اللي بتودي نفسك تبقى على الأعراف وإنت اللي بتقلي نفسك تبقى واصل كالأنعام الحل بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لو عملنا الحكتين دول نتخلص من مطب الغفلة نسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شباب الأمة اجتامعوا على الإخلاص واستمعوا لصوت العلم والتقوى لشرع الله قد خضعوا شباب أيقذوا فينا حياة العز وارتافعوا وللإيمان وجهاتهم وبالأرواح قد دفعوا